وللحديث عن قرار وزارة التربية إغلاق مدارس النازحين في كردستان العراق معنا عبر سكايب وعضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل دكتور يحيى أهلنا بك معنا هل من أسباب موجبة دعت وزارة التربية لهذا القرار المفاجئ وهي تهدد مصير 150 ألف طالب سيصبحون بلا تعليم كما تعلم أحييك وأحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام أعتقد بأن هذا القرار قد جاء على شكل مستعجل ولم يأخذ الواقع الحقيقي لوجود النازحين والمقيمين والمهجرين في إقليم كردستان والذي ما زالوا يصلون إلى أكثر من مليون شخص لذلك فإن عملية إصدار هذا القرار بشكل سريع ودون الوقوف على الحاجة الماسة لهذه العوائل المقيمة في إقليم كردستان منذ عشر سنوات أعتقد بأن وزارة التربية ستعيد النظر بذلك لأن لن تتوفر أي من الظروف الموضوعية لعودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم فهناك مدن بأكملها قد هجرت ولن يسمح لها بالعودة مثل مدينة جرف الصخر مثل مدينة العوجة مثل قرى كثيرة في محافظة ديالة كثير من الذين هدمت بيوتهم في المناطق التي شملتها العمليات العسكرية سواء في الأنبار أو في نينواء أو في المناطق الأخرى في صلاح الدين لذلك يجب أن ينظر إلى هذا القرار من جانب إنساني أولا ومن الجانب المطلوب لهذا الشعب هؤلاء هم الجزء لا يتجزى عن شعب العراق لذلك يستحقون أن تقام مدارس لأبنائهم ولم يحصلوا على التعويضات الكافية لإعادة بناء دورهم والعودة إلى مناطقهم هل ترى بالفعل أن الحكومة لديها رأي مختلف وخطط بما يخص ملف النازحين حتى أقدمت على إغلاق ممثليات الوزارة ومدارس النازحين في أربيلي مثلا ودهوك والسليمانية هل هي خطوة باتجاه ابتزاز النازحين أم ربما تكون خطوة قد تحمل خطط لواقع أفضل النازحين هل هذا وارد أنا أعتقد بأن الحكومة تريد أن تعطي صورة للرأي العام المحلي والعالمي بأنها تهيئ الظروف لعودة النازحين وهذا غير صحيح مطلقا فكما قلت قبل قليل الكثير من هؤلاء العوائل التي دمرت بيوتهم في المحافظات التي شملت العمليات العسكرية لم يحصلوا على تعويضات ولا ربما نصف التعويض لأن هناك سرقة للتعويضات وهذا معروف لدى كل الذين دمروا بيوتهم هم يساوموهم على أخذ نصف المبلغ وهذا نصف المبلغ لا يستطيع به أن يعيد بناء بيته أو داره لذلك هو آثر البقاء في إقليم كردستان من أجل أن يستمر في حياته لحين زوال هذه الظروف الصعبة والاستثنائية لكي يعود إضافة إلى كما قلنا هناك مدن لن يسمح لأهلها بالعودة فماذا هيئت الحكومة لهؤلاء النازحين من هذه المدن للعودة ما هو البديل؟ لم تعطي البديل هو مجرد قرارات حبر على ورق قبل أيام قامت وزارة الهجرة والمهجرين كما تدعي بأنها قد أعادت ما يقرب أربعمائة عائلة إلى ديالة ولكن الميليشيات منعتهم من العودة ولن تسمح لهم بالدخول هذه كلها تساؤلات يجب أن تطرح على الحكومة ويجب أن يعرف الرأي العام سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي ما يجري وخصوصا للأمم المتحدة التي تنتشر مكاتبها وتطلع بشكل مستمر على أوضاع النازحين والمهجرين لكن وبحسب تقديراتكم دكتور يحيى إلى أي مدى ترى أن هذا القرار له أبعاد سياسية بعيدا عن تنظيم ملف التعليم أو حتى تصفير ملف النازحين هو نعم هو له أبعاد سياسية لأنه يريد أن يخلط الأوراق أمام الرأي العام العالمي بأن الحكومة جادة في عملية عادة النازحين ولكنها لن تقدم البديل لن تقدم شيء لذلك المفروض أنها تقوم بواجبها بتثبيت مديرية وليست ممثلية لهذه المدارس وأن يبقى هؤلاء الطلاب في مدارسهم لحين زوال الظروف الطارئة التي نشأت من جراء العمليات العسكرية والقتال ما بين داعش والجيش أو الحكومة لذلك لم تعطي هي فرصة لإعادة هؤلاء إلى مدنهم وتهيئة السكن اللائق لهم للعودة ولا ربما أيضا هناك محاولة عندما ينسحب هذا العدد الكبير من إقليم كردستان أيضا ينعكس على الحالة التي موجودة الآن في الإقليم الحالة الاقتصادية يعني هؤلاء قد ثبتوا أنفسهم ووضعهم وتأقلموا لحين أن تزول الظروف والمخاطر في مناطقهم وأقليم كردستان مشكورا قد تحمل هذا العبء الكبير حتى أن السيد رئيس الإقليم قبل أسابيع قال نحن نقتسم على استعدال لنقتسم رغيف الخبز مع النازحين وهذا كلام كبير من أعلى سلطة موجودة في الإقليم لذلك الحكومة عليها أن تراعي هذا الظرف ولن تذهب إلى قضايا السياسية أو إنها تريد أن تحقق كذا وكذا على حساب المواطن وعلى حساب سواء تعليم أبنائه أو لقمة عيشه باعتقادكم دكتور يحيى ما الضرر الذي تسببه المدارس أو الفارق الذي يمكن أن يحدثه إغلاقها ألا يعد التعليم حقا يجب ضمانه حتى في أحلك الظروف وأكثرها سوءا حتما سيتضرر مئات العشكرات الآلاف من الطلبة الموجودين في إقليم كردستان يعني محافظة أربيل لوحدها فيها ما يقرب من 85 ألف طالب محافظة في إقليم كردستان 85 ألف طالب لذلك هؤلاء أين يذهبون عملية إغلاق المخيمات وإجبار الناس على العودة إلى الصحراء أو إلى مناطق بيوتهم لم تكتمل هذه محاولات بائسة يجب أن تقف عندها لأمم المتحدة لترى مخاطر هذه المزايدات السياسية بين هذه الأحزاب أو هذه العكومة لأجل أن تقول بأنها قد صفرت هذا الملف أو حققت شيء دون أن تقدم الشيء الصحيح والشيء الكفيل بإعادة هذه العوائل إلى مناطقها بشكل مريح وبشكل آمن أيضا هناك بعض المناطق تسيطر عليها من الشيءات وهذه العوائل لا تريد العودة إلى هناك لسبب أن سواء الرب الأسرة أو أحد أبنائها كان من زمن النظام السابق أو كان يعمل في الجيش السابق أو كذا ومطلوبين لذلك هؤلاء غير قادرين على العودة وقسم منهم قد جاءوا أيضا منذ بداية الاحتلال يجب أن ينظر إلى هذا الشيء سواء من قبل وزارة التربية التي استعجلت في إصدار هذا القرار دون النظر إلى القضايا الواقعية التي يعيشها سواء النازحين أو المهجرين سؤالي الأخير لكم دكتور يحيى إلى أين يمضي ملف النازحين بالعراق؟ من المستفيد بإعادة كل هذه الضغوطات على النازحين الممنوعين أصلا من العودة أو أولئك المدمرة مناطقهم؟ ملف النازحين أعتقد لم تعمل أي حكومة جاءت بعد 2014 على إعادتهم بالشكل الصحيح وإن كان قد أعلن عن بعض التعويضات ولكن كما قلت إن مشروع الفساد كان يقاسمهم على هذه التعويضات لا يستطيع رب الأسرة من الحصول على التعويض على بيته المدمر وبأسعار زهيدة يعني أنا أعطيك مثلا بأن هناك بيت مدمر مساحته ستمائة متر يُعطى ثلاثين مليون دينار وهو المقرر له ستين مليون وأحد أعضاء مجلس المحافظة بيته ميتين وخمسين متر يُعطى سبعمائة مليون دينار وهو غير مدمر وإنما فيه ضرر هذا الاستهتار بثروات الناس وبمقدراتهم كل ذلك ينعكس على الحالة التي آثر بها هؤلاء العوائل البقاء هنا في إقليم كردستان حيث الأمن والأمان واحدة الاستقرار من العودة إلى منطقة الميليشيات والسرقات والفساد الذي يتسلط عليها أحزاب الفساد ويساومون الناس على لقمة عيشهم وعلى أمنهم واستقرارهم الدكتور إحياء صنبو العضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي شكرا جزيلا لك